قال مالك ابن دينار كنا مع الحسن في جنازة فسمع رجلا يقول للرجل من هذا الميت قال الحسن هذا أنا وأنت قال الحسن هذا أنا وأنت رحمك الله فأي موعظة أعظم من هذه لو كان بالقلوب حياة ولكن أصبعت لو ناديت حيا ولكن أصبعت لو ناديت حيا ولكن ما حياة لمن تنادي أفق من سكرتك قبل حسرتك وتذكر لزور حفرتك وهجران الأقارب وانهض عن بصاة الرقاق وقل أنا تائم وبادر تحسين الفضائل قبل فوت المطالب فالسائق حديد والحادي مجد والموت طالب اسألوا المقابر عن سكانها اسألوا المقابر عن سكانها واسألوا اللحود عن أهلها هل بعد الشباب إلا الهرم وهل بعد الصحة إلا السقم أنتم اليوم في الدور وغدا ستكونون من سكان القبور أنتم اليوم في الدور وغدا ستكونون من سكان القبور فيا أيها المغتر بصحتك أما رأيت ميتا من غير سقم وأيها المغتر بطول المهلة أما رأيت مأخوذا من غير علّة والله ستبيت في القبر وحدك وسيباشر التراب خدك وستنعش الددان لحمك وعظمك وستبقى رهين عملك فاعتبر بمن مات قبلك وربي ستندم وربي ستندم على تفريطك في صلواتك وربي ستندم على تفريطك في صلواتك وستندم على ضياع أوقاتك ولن ينفعك الندم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير تزود من الذي لابد منه فإن الموت ميقات العباد وتب مهما جنيت وأن تحي وكن متنبها قبل الرقاد ستندم ستندم إذا رحلت بغير زاد وستشقى عندما يناديك المناد أترضى أن تكون رفيق قوم فهم ساد وأنت بغير زاد آخر الكلام إن كان لك قل آخر الكلام إن كان لك قل أليس هذا هو حالنا وحال أكثرنا نوم عن الصلوات وتجرؤ على المعاصي والمنكرات سؤال أخير أسألك إياه هل أنت راض عن حالك وهل أنت مستعد للموت لو أتاك اليوم هل أنت مستعد يا غافلا تتمادى أدن عليك ينادى أدن عليك ينادى أدن عليك ينادى ترجمة نانسي قنقر